إعادة إنتاج المنظومة العسكرية السابقة رهان جديد للتحالف العربي لحسم معركة الساحل الغربي وما تبعها من مناطق وهو توجه بدت ملامحه الأولى بعد ظهور نجل شقيق صالح طارق محمد صالح الذي ظلت التكهنات تتحدث عن مصيره بعد مقتل عمه عاد اسم طارق الذي كان يقاتل في صف الحوثيين للظهور ضدهم مؤخرا كان ذلك بالتزام مع إعلان رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي دعمه للتشكيلات العسكرية التي سيقودها طارق ضد ميليشي الحوثي وهو تصريح أثار غضب الشارع الجنوبي المناهض لإعادة إنتاج نظام صالح الذي تسبب باشتياح الجنوب ذات يوم في الجديد أكدت مصادر محلية اكتمال جاهزية ثلاثة ألوية عسكرية في مدينة المخى التي شهدت على مدار الأسبوع عمليات إنزال يومية لقوات وآليات عسكرية ضخمة اتضح فيما بعد أنها قوات تابعة لطارق صالح ويطلق عليها ألوية حراس الجمهورية المصادر ذاتها قالت إنه من المتوقع أن يستمر وصول ألوية عسكرية أخرى تابعة لقوات طارق إلى المخى استعدادا للمشاركة في معركة وصفت بمعركة تحرير يمن وعلى الرغم من عودة طارق إلى واجهة الأحداث إلا أن متابعين أعتبروه ظهورا لا يؤثر في مسار العمليات العسكرية بقدر ما يمكن أن يؤدي دورا محدودا يعتمد على ما تبقى لديه من قدرة على التواصل مع شخصيات في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي لكن في المقابل يجد عسكريون أنه لا وجود لأي دور يمكن أن يلعبه طارق في الوقت الحالي لأنه لو كان قادرا على فعل شيء لفعل ذلك قبل هروبه من صنعه لم يعترف طارق بشرعية الرئيس هادي بعد ظهوره في شبوة ولم يعلن حتى انذواء تشكيلاته العسكرية لصف الشرعية بل إنه عاد قائدا في القوات الموالية لعمه والتابعة للتحالف العربي وهو ما وضع تساؤلات عديدة حول توجه التحالف العربي الجديد لحسم المعركة خارج لواء الشرعية وقياداتها ووضع تساؤلات أخرى حول بناء قوات قتالية غير نظامية تتبع أشخاصا لا مؤسسات